أريد أتحدث عن البداية فكرة لؤي العاني بالعودة إلى العراق الوطن الأوم وانضمامك للمنتخب الوطني منين كانت هذه الفكرة ودور العائلة بهذا الموضوع؟ صراحة كان دور العائلة خلوا بنا هذا الحب يعني للبلد يعني من صغري كان أبوي مثل ما قلت لك مالي فقط كان يقولي أنت راح تسير إن شاء الله لاعب وانتخب وتسير اسم بالعراق وبقت هذه الفكرة براسي يعني لعبت منتخب مغربي أول ما أجتني الفرصة للمنتخب العراقي مثلت منتخب العراقي بدون تردد زين مهناء كفت حساسية بالموضوع والدتك مغربية ما كان إلها دعم أو عاطفة إنه تخليك تلعب لمنتخب بلادها المغرب؟ لا عجل عمرا ما تكلمت يعني ولا قلت لي كانت فرحت لما رحت للمنتخب مغربي لكن يعني تعرف إحنا عندنا تقاليد عراقية حتى إذا عايشين بالمغرب عندنا تقاليد عراقية يعني الزوجة تحب ذاك الشيء اللي يحب زوجها يعني الأبي يريدني ألعب منتخب عراقي هي هم راح تريدني ألعب منتخب عراقي يعني دائما تخلي أن الرجل هو اللي عنده حق المرأة على دين زوجها ها هي هذه يعني عندها حق يعني تقول أن زوجي ما يغلط يأخذ قرار ما يغلط فرحت من أنت مثلت المنتخب العراقي لا أتصور كثير أكثر من الفرحة اللي فرحت شدوك كانت في المغرب حلو تدعمك تشجعك شلون تقوصة في مبارياتك مع المنتخب الأولمبي يعني الفضل كله يرجع الأمي مو يعني دعمتني لأنه من الأول دعمتني من أنه أنا صغير وخصوصا بالمغرب بدوري مغربي يعني بعيد عن المنتخب وهذا شيء يعني ممكن يسافرون هي وأبويا يسافرون 12 ساعة 13 ساعة بالباس يلا وصلون للملعب يشوفون المباراة ويباجون بالفندق ويرجعون يعني أكو دعم أكثر من هذا شيء